السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركو ايه رب تكونوا بصحة وخير وسعادة الفيديو ده فيديو صغير كده حبيت اوضح فيه حاجة بتجيلي في الكومنتات دايما وفي الكومنتات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك فحبيت اوضحها لعل ان احنا نقدر ان نلاقي لها حل بيبقى جهاز منزلش السوق وتلاقي الناس بتقول لي ايه رأيك في جهاز كذا وليكن خلينا نتكلم عن شاومي نوت سيفن الجهاز منزلش السوق المصري ما وصلش لسه لأي حد وبتسئل سؤال ايه رأيك في شاومي نوت سيفن وهو افضل ولا جهاز كذا طب انا هحكم على جهاز ازاي وانا ما استخدمتوش يعني اه فيه مواصفات ورقية قادر اقول الله الجهاز ده على الورق جميل جدا بس تيجي تستعمله تلاقيه صادم بالنسبة لك عن اللي انت قريطه على الورق لان الجهاز بس مش ارقام مش معالج مش رقم كاميرا الجهاز عدسة والجهاز استخدام فعلي وخمات واداء وصفت وير وثبات وحاجات كتير جدا فانا يعني خدوها قاعدة مني انا عمري ما حطلع ماسك جهاز وبقولك كذا جهاز كذا ونزوله وكذا ما بعرفش اعمل الحاجات دي انا بجيب الجهاز بجربه انقل لحضرتك التجربة انا دي شغلتي انه انا انقل لحضرتك تجربة جهاز جربته او اقولك رأيي على الورق في جهاز لكن ما عنديش القدرة اني احكم على جهاز يمكن يكون في حد اقدر مني اقوى مني بيقدر يحكم على الجهاز من غير ما يمسكه في ايده لكن انا كمحمد انا ما بعرفش احكم على الجهاز من غير ما يمسكه في ايدي مسكت الجهاز جربته استعملته اقدر احكم وطلع تجربة مش صعب علي ان انا اصور فيديو لما امسك الجهاز وقول لحضرتك شاومي نوت 7 الجهاز مش معايا يعني ما ينفعش مش صعب علي اني اقول لحضرتك حاجات سأخبرك بيها عن شاومي نوت 7 محدش يعرفها لا المفروض انا اعمله ان انا اجيب الجهاز امسك الجهاز اجربه فترة زمنية من اسبوع لعشر ايام تمام واطلع اقول لحضرتك الجهاز عامل ازاي او علي الاقل يجيلي الجهاز اعمل علي نظرة اولية سريع كويص استجابة الجهاز مباشرة واعمل لحضرتك فيديو نظرة اولية مع اول استخدام للجهاز لكن قادر موجود الجهاز مبيش اكثر احكم لحضرتك Happily النقطة التانية انا مقدر شاقارن جهازين واحد موجود في السوق جربته واحد مش موجود ممكن اقارن خدمة مبعد بعد البيع للجهاز وخدمة مبعد البيع لشركة تانية الهيستري او الفيدباك بتاعي عن جهاز والفيدباك عن جهاز تاني فرجاء حتى مش مني انا بس لا تتقبل معلومة مع عدم تجربة تقبل دايما المعلومة بالتجربة ممكن اطلع اتكلم في فيديو عن حاجة نزلت من شركة معينة شركة سامسونج نزلت جهاز اطلع اتكلم اقول والله شركة سامسونج اعلنت عن فئة جديدة والفئة دي هيستخدموا فيها معالج كذا وانا شايف ان ده تطور كذا 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 اتكلم في المجمل عن الشيء لكن اتكلم عن تجربة جهاز واقولك الجهاز ده حلو وافضل قيمة مقابل سعر من غير ما استعمل الجهاز انا مش متقبل ده خلص على سبيل المثال كان فيه جهاز لينوفو زد فاير الجهاز ده قبل ما ينزل كنت انا ويمكن محمود صاحبي تمام قررنا ان احنا نجيب الجهاز ده جهاز شخصي وجرينا علشان نجيب الجهاز لان فلاك شاب سعر قليل والجهاز كان وهمنا اول ما الجهاز جه ومسكناه في ايدينا جهاز لا يرقى لانه يكون جهاز فيها متعصطة وقلت ده في المراجعة واعتقد هو كمان قال ده يعني قلنا ان الجهاز فعلا لا يرقى ان يكون فيها متعصطة او ما ينفعش يتسبت كجهاز شخصي وقلنا الواقع بتاع الجهاز طيب في شركات هقولك ان ممكن ارشحها لك قبل ما تنزل ثقة في وجهة الشركة ثقة في خمات الشركة ثقة في اجهزة نزلت في السلسلة نفسها سلسلة النوت سلسلة الاس سلسلة الاف ايما يكون من شركة تانية عاملة ازاي فانا اقدر ارشح لك بناء على خبرة سابقة ولكن مقدرش اقولك مية في المية هو ده الجهاز فحضرتك لما تسألني انا دايما برد كومنت هتلاقوه موجود لو حد بيتابعني في الكومنتات هلقيني بقول نظريا او على الورق كويس استنى لما نجربه فرجاء انتو عارفين الحمد لله ان انا بعمل مراجعات اول باول فان شاء الله نعمل لكم مراجعات الاجهزة كلها اول باول قبل ما تنزل ولكن خلينا متفقين اني ما بقدرش احكم على جهاز الا لما الجهاز يكون في ايه بشكركم يا رب ما كونش طولت عليكم وحبيت ان الفيديو ده يكون نقطة التواصل بيننا ويكون هو السبب في ان احنا هنتواصل كويس في الكومنتات اللي هي نقطة الواصل بيني وبينكم فاسئلتكم اللي اتمنى ان اقدر اجاوب عليها كلها بشكركم يا رب ما كونش طولت عليكم وارجوكوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك مني الفيديوهات اول باول واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي وكان معاكم محمد النواوي اشتركوا في القناة